السلام عليكم والنهاردة ان شاء الله احنا هنكمل مع بعض مراجعتنا لاختبار الافي احنا ما زلنا مكملين شوضينا في مادة الرياضيات هنشوف بقى النهاردة هناخد درس ايه؟ نهاردة ان شاء الله هناخد الكمبلكس الاعداد المركبة واللغرة مت اول حاجة تعريف الاعداد المركبة الاعداد المركبة بتتعرف زي ما حداك شايف بالبرواز اللي لونه ازرق ده فوق يعني متاخد من الرفرنس بوك زي ما هو تعريف الاعداد المركبة بالمعادلة اللي هي عبارة عن زد تساوي ايه زائد جي في بي تمام؟ ايه الجي دوا اللي هو كان الاي يعني اغلبنا حتى في الكورية في المدرسة كان بيرمزور الحرف الاي مش بحرف الجي تمام؟ حيث الايه اللي في المعادلة ده بيمثل الجزء الحقيقي من العدد المركب بينما الجزء بي بيمثل الجزء التخيلي تمام كده؟ طيب والجي او الاي زي ما كنا بناخده زمان في الكلية هو عبارة عن جزر ناقص واحد جزر سالب واحد ساعة كنا بنسميه قبل كده الاي اللي هو الجي سمول دوا اللي انت متعود على اللي هو اي سمول تعال نشوف اللي بعدها الشكل اللي قدامنا في عندك محورين في محور افقي ده بيمثل قيمة العنصر الحقيقي المحور الرأسي بيمثل قيمة العنصر التخيلي العنصر التخيلي اللي هو حرف ال b اللي هو بيبقى جنب حرف اللي جنب الجي تمام يعني انت عندك رقم لوحده ده الايه ورقم جنب الجي او جنب الاي ده اللي هو مين ال b تمام يبقى قدامك على الرسمة هاي المحور العفقي والرأسي الجزء الحقيقي على المحور العفقي والجزء التخيلي على المحور الرئاسي تمام التعبير عن الاعداد المركبة فيه صورتين للتعبير عنهم يا اما زي ما حضرتك شايف�委 neolجنية اللي هي الطريقة اعبار عن محور افقي ومحور رئاسي وبمثل فيها قيمة العنصر الحقيقي على محور افقي وقيمة عنصر التخيولي على المحور الرئاسي الطريقة التانية اسمها الطريقة البرولر او القطبية القطبية دي معناها ايه معناها ان انا عاوز نص قطر اللي هو حرف الارس مولي اللي موجود على الرسمة اللي قدامك ومعاه زاوية مقدارها فيتا يبقى انا عشان اعرف العدد المركب يأما اخد له احداثيات على المحور الافقي واحداثي على المحور الرأسي ادي طريقة للاورنية الطريقة التانية اللي هي طريقة التمثيل القطبي القطب دي يعني محتاج نص قطر وزاوية بس كده تمام بالنسبة للبولار فورم معدتها زي ما هي موجودة قدامك ايه اكس زائد جي واي تساوي ار افتح قوس قوسين سيتا زائد جي ساين سيتا تساوي ار اي اوس جي سيتا نحنشوف اللي بعدها هنا عايزين نعمل بقى لعمليات على الاعداد المركبة الكمبليكس دي انا عايزين نعمل لها عمليات ايه الجمع والطرح والضرب والاسم وهاكذا دي اسمها العمليات اول حاجة جمع عددين مركبين العددين المركبين دول بيتم جمعهم ازاي بجمعهم بكل بساطة الجزء الحقيقي مع الحقيقي وجزء التخيلي مع التخيلي بيفكرك بايه الكلام ده بيفكرك بجمع المتجهات لو انت فاكر طيب بالنسبة للضرب بتاع عددين تخيلي ايه المعادلة التانية هيا تعال نشوف كده الضرب ده هنقوم قايلين بالنسبة في السي ناقص البي في الد زائد الجي الجي ده اللي هو العدد التخيلي افتح قوس ا د زائد ب سي تمام ده كده الضرب طيب في حالة خاصة من حالات ضرب عددين مركبين ايه هم الحالة الخاصة ديا ان يكون عندك عدد واحد عدد الاولين اسمه زد واحد افتح قوس اي واحد زائد جي في بي واحد ويكون هيتضرب في رقم شبهه بالزبط بس الفرق فيين في الاشارة اللي بين الاتنين هنا نفس الرقمين المتساويين العددين هم همهم الاختلاف في الاشارة اللي بينهم في الحالة ديا هيكون حاصل الضرب هو جمع مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي زي ما هي موجودة عندك طبعا الكلام ده كله موجود في الرفرنس بوك بنقرر هنشوف اللي بعدها هناخد مثال عايزين هنا نحل مثال سهل جدا بيقولك عايزك تجمع العددين المركبين اللي قدامك تمام العدد الاولاني اربعة زائد اي سبعة العدد التاني ستة زائد اي تسعة اي يعني ممكن نكتب الرقم الاول يعني غالبا بيبقى المتداول ان الرقم هو اللي بيبقى مكتب الاول عايزين نجمعهم الحل بيتم ازاي هنجمع الحقيقي مع الحقيقي يعني اربعة زائد ستة يساوي عشر وهنجمع التخيلي مع بعضه سبعة زائد تسعة يساوي ستة عشر تمام كده نشوف اللي بعضه عندنا مثال تاني في عدد اسمه زد واحد وعدد تاني اسمه زد اتنين عايزين نوجد حاصل ضربهم تمام عشان اجيب حاصل ضربهم اول حاجة هعمل ايه هوزع تعال كده نشوف هنوزع ازاي هيبقى عندك زد واحد زد اتنين كتبت اول واحد اها وكتبت التاني هوزع هقوم ايل تلاتة في واحد وبعدين خمسة في واحد اا وبعدين تلاتة في خمسة اللي هي سلب خمستاشر تمام تلاتة في سلب خمسة يعني سلب خمستاشر وبعدك كده عندك الخمسة ايه اللي هي واحد في خمسة اي وبعد كده خمسة في سلب خمسة بسلب خمسة وعشرين واي في اي باي ترجع تمام هتساوي اهم جامعة الارقام لوحدها واللي فيهم الايات لوحدهم تمام يبقى اول حاجة بالنسبة لحاصل ضرب العددين ان انا وزعتهم كأنه ضرب قصين بالزبط تمام طلقت لي معايا تعال نشوف بقى اسمه عددين يعني زد واحد على زد اثنين هنعمل عملية تانية على نفس الرقمين تعال نشوف بقى الاسمه بتاعتنا اول حاجة بالنسبة للاسمه انا كتبت المقدار اللي هو طالبه ثلاثة زائد خمسة اي ادي زد واحد اهو على واحد مائس خمسة اي كده انا اسمت العددين اهو هتضرب تحت وفوق في مين بقى واحد زائد خمسة اي اش معنى الرقم ده لسه انا في الصفحة اللي قبلها اقول لك ايه اقول لك لما يكون العدد هو هو نفس العدد مضروبين في بعض الفرق بينهم الاشارة يعني مرة موجب ومرة سالب انا ده اللي انا عملته ان انا كان عندي واحد سالب خمسة اي روحت ضربه في مين في الموجب بتاعه اللي هو هو واحد زائد خمسة اي وعشان ما حصلتش اي تغيير في القيمة عملت ايه اللي انا ضربت فيه في المقام تحت هنا روحتم طلعه تاني هو هو واقفين في البسط وبعد كده اختصرتها نفس اللي عملنا فيه هنعمله كده هنضرب ونوزع نفس الكلام ضربك الحل سالب اثنين وعشرين زائد عشرين اي على ستة وعشرين تمام? تحنشوف اللي بعده الجزء التاني من اللي احنا هزين نتكلم عليه النهاردة هو الجزء بتاع لغة رتمات تمام? اولا الرفرنس بوك جاي بمعادلات اللغة رتمات كاملة اللي انت هتحتاجها واللي مش هتحتاجها فما تقلقش من حافظ المعادلات. اهم حاجة بقى نبقى عارفين نستخدمهم ازاي ومعناهم ايه? يبقى الجزء التاني اللي هنتكلم عنه النهاردة اللغة رتمات بص كده على الرسم بص كده على اول قانون موجود قدامك مكتوب لوج بي اف اكس يساوي سي تمام? الرقم اللي تحت ده اللي هو قدامك اسمه بي سمول ده ده اسمه الاساس تمام? البيز اللي عندنا ده وبيكون عندك فيه عدد اسمه اكس العدد اللي اسمه اكس اللي قدامك في القانون ده هو عباره عن ايه? بي اوس سي يبقى بي اوس سي هو اكس تمام? في عندنا صور شهيرة جدا للغة رتمات اشارهم بسلطين اول حاجة اللي بيسموها اللن اللن ده عباره عن ايه? اللن ده اسمه اساس اللغة رتم الطبيعي هو اللغة رتم زي اللي فوقه بالزبط بس الفرق ان الاساس هنا هو اسمول ليبقى قيمة البيز او الاساس هي اسمول طب قولي تحت لوج اكس لما بكتب اللغة رتم واكتب جنبه رقم ما بكتبش تحت الاساس لو انت سكت ما كتبتش اساس ده معناه ان الاساس امته بتساوي عشرة اللي بعدها المعادلة التالتة دي معادلة تحويل اللغة رتم الى اسمة لغة رتمين على بعض يعني انت عندك لوج بي اللي الاساس بتاعها بي اوف اكس تساوي لوج الاساس ايه بتاع الاكس مقسوم على لوج الاساس ايه للعدد بي اوف بي تمام كده؟ يبقى المعادلة دي استخدام بنستخدمها في اسمة لغة رتمين على بعض بنحول اللغة رتمين مقسومين على بعض تمام؟ وبرضو كل ده موجودة عندك في الريفرنس بوك مش محتاجين نحفظه هنشوفها نستخدمه ازاي؟ مازلنا برضو بطلع المعادلات اللي موجودة في الريفرنس وبنتكلم عنها بالرحمة عندنا مجموعة معادلات خاصة موجودة في الريفرنس بوك اللي هيكون معاك في الامتحان اونلاين نسخة منه زي ما وضحنا الكلام ده في المحاضرة بتاعة الانتروداكشن والاسئلة الشائعة قبل كده ممكن ترجع لهم لو انت عايز تفاصيل عن الموضوع ده والكتاب نفسه موجود معك اللي بعدها بيقولك ايه بقى بيقولك المعادلات دي هنستخدمها في حل الامثلة بتاع نبص كده على الدائرة الاولينية كده نبص عليها بيقولك ايه لوج بي بي قس n يساوي n تمام في اللي بعدها لوج اكس قس c يساوي c لوج اكس تمام المعدات دي هنحن هنستخدمها في حل الامثلة لو انت عايز بحاصل ضرب لغرة مين اللي هو اسمه ايه بقى رقمين مضروين في بعض لو اكس وي يبقى اللغة من لوج اكس وي ده الضرب معناها جمع يعني اقدر اقول ان هي لوج الاولين اللي هو لوج اكس زائد لوج التاني اللي هو لوج وي تمام من ضمن الحاجات برضو لوج واحد بكام لوج واحد بصفر طب بالنسبة لوج الاسمه زي ما كان لوج حاصل الضرب هو جمع هيبقى لوج الاسمه هو طرح يبقى لوج اكس على وي عبارة عن لوج اكس ناقص لغرة وي تمام كده تعال نشوف اللي بعده عايزين نطبق عليها كده تعال نشوف كده المثال عندنا بيقول ايه بيقول لك ايه هي القيمة بتاعت لغرة اساس عشرة عشرة أف ألف عايزين الايمة بتاعت اللغاريت منها هيبقى عندك اللغاريت مع لغرة ألف احنا هنفترض لها من الايمة بتاعته بكم probe c حسب القانون اللي كان موجود عندك في اليد ise وكو اللي عشارنا عليه من經 الصورة دي بتقولك ان العشرةeda تساوي الرقم الرقم اللي هو الاف يبقى العشرة اساسي تساوي الف يبقى السيف تساوى كام يبقى السيف تساوي تلاتة عشرة فعشرة فعشرة اللي هي عشرة وسط ثلاثة تساوي ألف تمام اللي بعده مثال تاني بيقول لك ايه بيقول لك لو انت عندك لغة رتمي الأساس عشرة وفي خمسة يساوي بوينت ستة تسعة تسعة زيرو وفي لغة رتمي تاني عند لغة رتمي الأساس برضو عشرة بيقول لك لو انت عرفت الأرقام دي استنتج الفاليو القيمة بتاعت اللغة رتمي الأساس خمسة مثال تاني المثال دوا نص الحل بتاعه او اكتر انك تعرف انهي قانون هنستخدمه من الريفرنس بك القانون اللي احنا هنستخدمه هو موجود قدامك ها تمام اللي واحد اللي قلنا عليه ايه ان احنا بنقسم بناخد لوج بي اكس تساوي لوج الأساس اي اوف اكس على لوج ايه الأساس اي اوف اوف بي تمام كده يبقى ده القانون اللي انا هستعمله تعال مع الوضع هنا التعويض اول حاجة القانون اللي قدامك البي سمول بخمسة والاكس بتسعة والاسمول بعشرة جميل يبقى في الحالة دي بقى لوج خمسة تسعة اللي هو عايزها دي عبارة عن كام اعوض في القانون اللي فوق بالزبط يبقى لوج الأساس عشرة اوف تسعة على لوج الأساس عشرة اوف خمسة هتساوي واروح معاول بالارقام اللي موجودة قدامي يطلع الحل واحد صحيح ثلاثة ستة خمسة تمام كده احنا كده خدنا النهاردة القانون الأساسية وفكرنا الناس بيوم احنا طبعا في الف احنا بنعمل مراجعات وليست شرح كامل الحاجات المفروضة احنا ادرسناها في الكلية احنا بنفتكرها ومش مطلوب مننا حافظ المعادلات احنا بنفتكر بس المواضيع وازاي نستخدمها تمام النهاردة نكون غطينا لحد الموضعين اللي كنا عايزين نتكلم فيهم النهاردة تمام عشان بقى لبعد كده يعني عشان اتمرن اكتر انا عايزك تحل على كل جزء احنا حلناه مثلا عليه مثال او اتنين ترجع تحل منه مجموعة كبيرة ترجع تحل الامثالة المحلولة اللي موجودة في الفيديو اللي اسمه ماس سولفد هتلاقيه موجودة عندك على القناة اللي هو الفيديو اللي ما كانش في صوت يعني طيب عشان يوصلك الفيديو جديد ان شاء الله ما تنساش تشترك في القناة على يوتيوب لو انت ما كنتش لسه اشتركت ما تنساش تشارك اصحابك اللي بيحضروا الاختبار الفيديوهات وتعرفكم كمان ايه جروب المراجعة اللي احنا بنرجع فيه على الفيسبوك مع بعض اي فيديو حضرتك بتشوفه مجرد ما بتضغط عليه لايك بيتخزن عندك في القائمة بتاعة الفيديوهات اللايكد وقت ما انت بتبقى عايز ترجعهم في اي وقت بتجيب اللايكد فيديوز بيقوموا طالعان لك كلهم مرابعة لو انت مش حابب انك يعني عايز تجيبهم في اي وقت وانت قاعد يعني الجروب بتاعنا الصفحة بتاعتنا الجروب اللي بنعمل فيه المراجعات وحطين فيه الماتيريال والحاجة صفحاتنا على الفيسبوك للمراجعة والشرح والماتيريال اللي هنشتغل منها قدامك اهي صفحاتنا اسمها FE exam Dr. Ayman درس بتاعنا الجاي المرة الجاي ان شاء الله هناخد ايه هنكمل ايه في الرياضة ان شاء الله المرة الجاي هنتكلم عن برضو هنلسه في الماس لسه مكملين في الماس هناخد فيها المصفات وهناخد فيها المحددات الناس اللي لسه مشتركتش في القناة اضغط اشتراك او سبسكرايب بكل بساطة تحت الفيديو اللي حتك بتتفرج عليه الوقت ده هتلاقي تحت فيه اشتراك او سبسكرايب اضغط عليه بس كده هيوصل لك بقى الفيديوهات القديمة والفيديوهات اللي لسه هتنزل وهكذا تبقى انتبع معنا ان شاء الله اتمنى النهاردة ان احنا نكون قلنا بسرعة كده وفي عجالة الحاجات المطلوبة في الدرسين بتوارياضة اللي اتكلمنا عنهم اه وتمنى لكم ان شاء الله استفابها وتكونوا قضيت وقت ممتع معنا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة